السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى الموديفاييرز public private و protected كيف نستعمل هذه الموديفاييرز في الجبع هذه الموديفاييرز تسمى visibility modifiers وتقوم بتحديد ما هي ال attributes التي حيقع ورثتها أم لا في السبكلاس تحدد أيضا هل ال variables هل ال attributes هل تكون مرئية يمكن أن تستعمل فيه كلاس أخرى أم لا في الجبع اذا لدينا ال public ال private و protected عندما تكون variable أو method تكون public نضع أمامها كلمة public هتصير visible to all classes أي كلاس بإمكانها أن تقرأ ال variable أو methods أو تستدعيها لو كانت private لو وجدنا كلمة private أمام method أو أمام attribute هذا ال attribute حيصير not visible في أي كلاس خارجية يعني حيكون بس visible في نفس الكلاس هنشوف أمثلة لذلك ال protected يعني أن ال attribute أو method هي visible to the subclasses only the subclasses visibility are inherited to the subclasses لو كانت ال class ليست subclass لن نستطيع أن نستدعي ال attribute أو method هنا مثال ال public private وال protected إذن عندي class person عرفت المتغيرة الأولة وال attribute الأول name public وضعت كلمة public أمام string name وضعت كلمة protected أمام char gender ووضعت كلمة private أمام int age عرفت ال constructor public person إذن ال constructor صار public ثم عندي public string name عندي كل الدول اللي تحت عرفتها public يعني وضعت أمامها كلمة public في ال subclass الآن ما الذي حيحصل إذن عندي ال class student عندي ال constructor student string n char g int a أستدعي السوبر constructor ثم عندي الدلة print information قمت بالشيء التالي system.out.println بين قوسين super.name حاولت أنا أستدعي ال name الموجود في السوبر هذا هو بما أن ال name public الكمبيوتر سيقول ما في ولا خطأ في الحالة الثانية super.gender إذن حاولت أنا أستدعي ال gender المعرف أيضا في السوبر كلاس الكمبيوتر قال لي تمام لأنها protected يعني أي متغير في السوبر كلاس معرفة protected يمكن أن أستدعيه في في الحالة الأخيرة كتبت system.out.println super.age حاولت أنا أستدعي بما أن ال age private الكمبيوتر سيقول لي أن في خطأ error because age is private لا أستدعي أن أستدعي ال age المعرف في السوبر class في الأخير إذا سويت public void print name كان بإمكاني أن أستدعي ال name المعرف في السوبر كلاس لأنه public لو أردنا أن نسوي رسم بياني umjgram سنستعمل العالمات minus لل private plus لل public و ال hash لل protected مثلا هنا عندي class student فيها attribute name هذا بما أن في plus أمام name هيصير public ال age بما أن فيه minus أمامه هيصير private وهنا ال id هيصير protected get name هيصير public الآن تمرين سنعيد كتابة الكود ل class person student والteacher اللي كتبناه سابقا في فيديو سابقة سنودي فقط كلمة private private أمام name private أمام age إذن attributes كلهم حيصيروا private ال id نفس الشيء salary نفس الشيء كلهم هذا ما حيصيروا private وكل الدوار حتصير public إذن حنوضيف كلمة public أمام كل هذه الأسين إذن تمرين بإمكانكم أن تعيدوا تروحوا ل الكود اللي كتبناه سابقا والتغيير الوحيدة حيصير هنا إضافة إما كلمة private لو كان عندي minus أو كلمة public لو كان عندي plus ترجمة نانسي قنقر